ده الجزء الرابع والأخير من سلسلة أفلام الأطفال الجواسيس بتبدأ بقى الأحداث في مكان أثري مع الطفلين والجداد في المنظمة واللي هم توني وأخته باتي واللي بيجروا بسرعة ويخلصوا على الحارس اللي قدامهم ده عشان عاوزين ينقذ العالم قبل ما تنطلق الشفرة بتاعة نهاية العالم وده في خلال دقيقة المشكلة ان الجهاز اللي هيطلق الشفرة دي موجودة عن ناحية تانية ولازم ان هم يعدوا مع ان موجود قدامهم حراس كتير فكل حتى فبيقرروا بقى ان هم يستخدموا الحزاء المضادل الجاذبية علشان يقدروا ان هم يمشوا على السقف لحد ما بيقدروا انهم يوصلوا للناحية التانية وبيلقوا الجهاز بس للأسف لما يحاولوا ان هم يخترقوا مش بيقدروا فبيقول توني لأخته مفيش قدامنا أي حل تاني غير ان احنا نروح للأسانصير علشان جواه اللي اتنين هيقدروا ان هم يوقفوا العدد التنازلي بتاع الشفرة بس باتي بترد عليه وتقوله مش هنلحق نعملها علشان الشفرة هتنطلق كمان 15 ثانية بس والعالم كله هينتهي بس برضو بيحاولوا ويجروا على الأسانصير وفجأة بيلقوا صوت مخيف بيقولهم انهم مش هيقدر يوقفوا الشفرة مهما عملوا ولما بيدخلوا جوا الأسانصير ويقفلوا الباب في آخر دقيقة توني بيقول لأخته انتي فعلا عندك حق مش هنقدر ننقذ العالم وعلى طول بيسقاطوا في حفرة عميقة جامل علشان نعرف ايلا حصل بقى والقصة من اولها بنرجع لليوم اللي قبل الأحداث دي كلها وبنلاقي ان توني بياخد التليفون بتاعه من وراء ابوه اللي منعه يستخدمه ولما اخد باله ان ابوه جايل عنده بيخبي التليفون بسرعة علشان ما يشوفهوش وبيخبي كارت كوتشينة جواكم القميس ابو بقى بيشوفه وبيقوله انا عارف ان انت مخبي الورقة دي علشان تغش بيها في المسابقة بتاعت النهاردة وطبعا بينصحه بان ده غلط ويعتبر غش بس الابن بيفهم ابوه ان هو بيتعلم خدعة جديدة علشان يلعب بيها وعمره مغش في اي لعبة الاب بينبسط وقتها بابنه وبيقوله انا عارف ان انت زكي وبنروح بعد كده بقى على اخته باتي واللي قاعدة بتفتر مع امها وفي نفس الوقت مسكة التليفون بتاعها بتلعب فيه وطبعا الاب بيدخل متعصب وبيكلم الام ويقولها ان الاولاد ممنوع انهم التليفونات مع عادة من 4 ال6 بس الام بتفهمه ان البنت بتعمل بحث وبتدور على صوره على التليفون وساعتها الاب بيوافق وبيقوله الام تاخد من باتي التليفون بعد ما تخلص وبعدها بتجيله على المكتب علشان يتناقش معها في موضوع الام بتستنى بانتها تخلص وبتقوم واخدى التليفون منها علشان تروح لابوها في المكتب ووقتها بيدخل توني بموبايله لاخته وهو بيلعب اللعبة بتاعتهم وفي اللعبة دي مسامي نفسه البطرات فاخته بتحذره بان ابوه وامه ممكن يشوفه وهو عمال بيلعب بس هو بيرد عليها ويقول لها انا لازم اتدرب على المسابقة بتاعت بالليل وبنروح بعدها على الام اللي راح اتقابل الاب في المكتب وبيتفقوا سوا على ضبط ساعتهم مع ساعة شفرة نهاية العالم وبيظهر انهم بيستعدوا لمهمة جديدة في شغلهم فبتفكروا ان دي الزكرة السنوية لأول مهمة لهم مع بعض وانهم اتفقوا على ان هما يقولوا للاولاد حقيقة شغلهم فبيوافق الاب ويروحوا سوا علشان يصرحوا الاولاد فهنا توني بيجري يخب التليفون في الدولاب بس بيتفاجئ ان ابوه وامه وراه شايفينه فالاب قرر ان هو ياخد منه المفاتيح اللي سرقها منه وكمان بيقولوا ان هو متعاقب ومش هيمسك اي تليفون ولا حتى اللاب لمدة اسبوع فالابن بقى بيوافع على العقاب وبيعتذر والام بتقول للاب انه يقولهم على السر بتاعهم بس واضح ان هو ما عندوش الشجاعة الكافية علشان يكلمهم فبيقولهم يروحوا للمدرسة وبيقول لمراته احنا لازم نأجل المصرحة دي للسنة الجاية الام طبعا بتتعصب وتقوله انهم بيأجلوا الموضوع ده بقى لهم سنين وبيستعدوا علشان يروحوا للشغل وهو بيقولها ان ابنهم ده ممكن يعمل لهم مشكلة علشان ممكن اي عدو لهم يخترق التليفون بتاع ابنهم او بنتهم ووقتها يقدروا يحددوا المكان بتاعهم ويقولهم وطبعا ده كله علشان الاب والام هم نفسهم اهم عملاء في منظمة الجواسيس العاميلة توريز وجوزها العاميل تانجو وفي العربية بيرحب بهم المدير بتاعهم وبيكلمهم عن مهمتهم الجديدة واللي بتكون بخصوص الكائن الجديد اللي داخل للمنظمة عندهم والكائن ده مع مجموعة غريبة اخترقوا قوضة سرية في المنظمة فبيروح الاتنين للمنظمة علشان يشوفوا الموضوع ده وهو لسه بيشتكلها من تصرفات ابنهم توني اللي طول النهار مهتم بالالعاب اللي على التليفون بس الام بترد عليه وتقوله دول اطفال يعني وعندهم حق يلعبوا شوية من سنهم وفي نفس الوقت بيقدروا يدخلوا الاوضة اللي فيها المختارقين وبيلقوهم قاعدين على اجهاز الكمبيوتر بتاعت المنظمة فبترمي توريز قنبلة عليهم علشان تقدر تدخل لجوه هي وجوزها ويضربوهم وبيقدروا انهم يخلصوا عليهم كلهم في ثواني وبيقعد الاب عشان يشوفهم ما كانوا بيعملوا ايه في النظام بتاع المؤسسة فبيلاقي الجهاز بيقوله انه علشان يدخل للنظام لازم يهزم الفيروس الجديد فيروس الجحيم وبتظهر قدامه على الشاشة لعبة وفيها شخص ضخم جامد فبيفضل يلعب ويحاول يفوز بس بيتهزم وهنا بقى بيستخدم الشفرة بتاعت نهاية العالم واللي بتقدر انها تفتح اي حاجة ده علشان يدخل للنظام من غير ما يحتاج يهزم الفيروس بس المفاجأ بقى انه هو لما يدخل للنظام مش بيلاقي اي حاجة غلط ولا اختراق ولا غيره فبيعرف تايجر وقتها ان الموضوع كان خدعة فبيتقوله مراته انه هو المفروض كان فيه واحد ضخم مع العصابة وفجأ بيلقوه نزل عليهم من السقف وفضل يضرب فيهم وبياخد ساعة نهاية العالم من تايجر وبيقولهم انه دلوقتي اخد الساعة ويقدر يعمل اللي هو عايزه وبيجري برا المبنى وسط الناس كلهم واللي بيترعبوا من شكله وبيحاول تايجر ومراته انهم يلحقوا لك انهم مش بيقدروا فبيقولها ان الشفرة مش متخزنة على الساعة فمش هيقدروا يعملوا بيها حاجة وفجأة بيسمعوا طفل بيقوله امه ان الوحش ده هو فارس الجحيم اللي في اللعبة لعبة هيسكور الجديدة في نفس الوقت في المدرسة بتاعة الاطفال بدأوا المسابقة بين التلاميذ وبيعرفوهم ان اللي هيفوز هديته لعبة هيسكور الجديدة واللي هي النسخة الجديدة من لعبة لوسكور اللي كان بيلعبها توني ساعتها توني بقى بيطلع الكارت اللي كان مخبيه في كم القميس علشان يقدر يكسب في المسابقة وطبعا ده بالغش وده غلط بس المهم انه بيكسب وبياخد اللعبة الجديدة هيسكور وبيكتب لهم عنوان علشان يبعثوا له اللعبة على البيت وبعدها بيقول زميله ان ري كينجستون هو اللي اخترع لعبة الهيسكور واللي موجود جوا اللعبة بنفسه وبشخصية الملك وبيقدر انه هو يعمل اي تطويرات في اللعبة بعقله وهو جوا اللعبة وبيفضلوا يتكلموا عنها ويشوفوا كمان فيديوهات ليها فتوني فرحان ان اللعبة هتجيله النهاردة بالليل وساعتها يقدر يلعب بيها براحته لحد تاني يوم بس اخته بتقوله صار ممنوع وانه ما كانش مفروض يغش في اللعبة علشان يكسب فبيقول لها انه المهم عنده انه كسب اللعبة وهيلعب بيها سوا وفي الوقت ده فارس الجحيم بيوصل للقائد بتاعه علشان يدي له ساعة الشفرة بتاعة نهاية العالم المفاجأة بقى ان القائد ده نفسه هو الملك راي واللي بيقول للفارس انه بمجرد حصوله على شفرة نهاية العالم هيقدر انه هو يسلح كل حاجة هو عايزها في العالم ده ويقضي على اشرار بس الفارس بيسلمه الساعة وهو بيقوله ان الشفرة مش عليها بس راي بيقوله انه مش مهم الساعة المهم انه عرف ان الشفرة الخطيرة دي في بيت عيل الطايجر وهيقدر انه هو يجيبها منه فهنا الفارس بيقوله انه هو يروح لعنده البيت ويكسره لحد ما يلاقي الشفرة بس راي بيرد عليه ويقوله ومش محتاجين لكل ده علشان توني ابن طايجر كسب النسخة من اللعبة بتاعت هيزكور الجديدة وبكده هقدر انه كن في البيت واخد الشفرة كمان والليلا دي في بيت طايجر بيلاقي انه هو دخل المكتب بتاعه عشان يتكلم مع امراته ووقتها بيخرج توني وباتي من قواضهم علشان يروحوا يلعبوا اللعبة الجديدة هيزكور بس بيلو ان الارضية الخشب بتعمل صوت وهما ماشيين وهنا اخت بتكون مستعدة بخريطة للاماكن اللي مش بتعمل صوت وبالرغم انهم بيعملوا صوت بسيط ويوقعوا الخريطة وابوهم بيخرج من المكتب وبيرجع لكن بيقدروا انهم يوصلوا بالراحة من غير ما ابوهم يحس بيهم وبيوصلوا لعند الكمبيوتر وكمان يفتحوا اللعبة ويسيبوها تحمل على الجهاز ووقتها بيكون الاب والام عاملين بيتناقشوا على الساعة اللي تسرقت النهاردة واللي واضح كده ان في عدو قوي ناوي انه هو يسرق شفرة نهاية العالم علشان كده المفروض انهم يدمروا الشفرة دي لان لو حد قدر ان ياخدها منهم هيقدر يخترق اي جهاز موجود على الكرة الارضية كلها مهما كانت درجة الحماية والقوة اللي عليه بس المدير المنظمة بيرفض الاقترح ده وبيقولوا ان الشفرة مهمة جدا ليهم فاتحاول توريس تفهمهم ان الشفرة دي ممكن تهدد العالم حرفيا بس المدير بيقولهم انهم مسؤولين عن حمايتها لحد ما يلاهوا اي حل تاني اما بقى توني واخته فخلاص اللعبة تحملت على الجهاز عندهم بس البنت حاسة ان ممكن الموضوع ده يعمل مشكلة لابوهم او يقدر اي حد من خلال اللعبة ان هو يخترق نظام البيت بس اخوها بيقول لها انها لعبة عادية وهو عاوز انه يلعبها وفعليا بدأوا يلعبوا وكمان مستمتعين جامد اما بالنسبة لتوريس فلسه بتحاول تقنع جوزها بانهم لازم يمسحوا الشفرة نهائي لكن برضو هو مش موافق وبيقول لها انهم ممكن يخبوا الشفرة في مكان امن اكتر ساعتها بتقرر انها تنفذ الخطة لوحدها فبتخضر جوزها علشان يغمى عليه وبتروح علشان تمسحها وتدخل الكود بتاع الالغاء وقتها بيكون توني واخته بيلعبوا بالهيسكور لكن فجأة اللعبة تعطلت وظهر الملك وهو بيشكرهم وبيروح على رمز شفرة نهاية العالم وفجأة الام بتلاقي ان الشفرة اختفت قبل الالغاء بثانية ساعتها تايجر بيفوقوا بيلاقي ان الشفرة تسرقت فبيعرف ايه اللي حصل وفجأة اللعبة بتنطفي مع توني واخته فبيروح على اواضهم وتايجر بيقول لمراته انه اكيد حد من الاولاد فتح التليفون بتاعه والمجرم ده قدر يختارقه فبيقوم ريحل عند توني علشان يتأكد انه هو نايم وفعليا ده اللي ظهر قدامه بس بتكون العروسة اللي حطها توني في السرير بداله اما توني فمستخابه بيطلع انما على سريره بعد مع ابو بيطلع وبتروح اخته على قضتها وتاني يوم الصبح بيسح كلهم على مشكلة في البيت وهي ان الاب والام مش عارفين يفتحوا اي جهاز ولا حتى التليفزيون الا لما يحلوا اللعبة اللي بتظهر لهم واللي بتكون مراحل من لعبة هايزكور الجديدة وطبعا اللي بيقدر يحل اللعبة هو توني نفسه وبيقدروا انهم يفتحوا نشرة الاخبار اللي بيلووا فيها الاخبار بتتكلم عن فيروس انتشر في كل الاجهزة وبيطلب من كل الناس انهم يلعبوا مرحلة من هايزكور علشان يفتحوا اي جهاز زي حتى الاتم واللبواب بتاعت البيوت والعربيات وفجأة الاب بيلاقي ان الاضاءة بتاعت البيت نقفلت وهنا بيعرف ان في حد دخل جوا عندهم فنقفل الباب وظهر على الافل لعبة الهزكور والمرعب ان بدأت وحوش اللعبة تطلع وتجيلهم البيت بس الاب والام بيفضلوا يقتلوهم ويفضلوا يضربوا فيهم كلهم لحد ما يخلصوا عليهم وفي نفس الوقت باتي بتقدر تحل اللعبة اللي على الباب وبتفتحوا وبيهربوا كلهم بسرعة وطبعا بيلاقوا وحوش اللعبة سيطروا على كل حاجة حتى العربية فبيقوموا نزلل لقودة سرية تحت الارض وبيلاقوا عربيتين فبيركب توني واخته في عربية وبيقولهم الاب ان العربية دي هي اللي هتوديهم على مكان امن يعيشوا فيه مواققاتا علشان يستخبوا وطبعا علشان يشغلوا العربية دي محتاجين يلعبوا الهزكور بس فجأ بيلاقوا لوحوش دخل عليهم فبيواجههم الاب وبتجري الامة على بنتها وبتديها سلسلة فيها جهاز تعاقب وبتقولها انها لازم تروح المغبأ السري بتاعهم وتستخبها هي واخوها هناك وفي نفس الوقت موجود هناك حاجة لازم ان هم يحافظوا عليها ولما تسألها البنت عن الحاجة دي تلاقيها ازاي فبتقولها الامة ان دي هي الحاجة اللي هتجيلها الحد عندها وبتطلب منها ما تصغش في اي حد مهما كان وبتستغرب البنت بس بتوضع امها وبتوعدها تحافظ على الحاجة دي وبعدها بتروح الامة تحارب جنب الاب علشان تحمل اطفال فالوحوش بتمسكها هيوجزها ولما بيحاول حد ياجم عليهم بيطلع بالعربية باقصى سرعة وطبعا العربية كانت ماشية لوحدها علشان تروح بيهم للمكان السري بس المشكلة ان الوحوش اللي في الشارع اول ما بتشوف باتي وتوني بيطلع وراهم علشان يمسكوهم وبيقدروا ان هم يخترقوا النظام بتاع العربية ويتحكموا فيها ساعتها دوني بيلغي التحكم الالي وبيتحكمها في العربية تقدر باتي بمهارة عالية انها تهرب من الوحوش لحد ما بيوصلوا لعند مكان المخبأ السري واللي بيكونوا قدام شلال وبحيرة جميلة وفاجأ بيسمعوا صوت بيطلب منهم يقولوا اسمهم بالكامل فبيقولوا اسمهم الحقيقة وعلى طول الباب بينفتح وبينزلوا الحفرة عميقة تحت البحر وجواها بقى بيلغوا فيديو لامهم مسجلها من زمن وبتقول لهم فيه انها جسوسة هي وابوها وانها مجهزة المخبأ ده علشان تحميهم وقت الخطر وبيكون فيه مكان للنوم والاكل والشرب وكمان التدريب على القتال والدفاع عن النفس توني مش بيسدق وبيدخل في المنطقة بتاعت التدريب وفاجأة بتنفتح قوضة تحت الارض وبيوع فيها وبتكون فيها كل المعدات بتاعت الجواسيس وبتنزل معاه اخته وبيفضله يتدربه ويلعبه وفي الوقات ده بيكون تايجر وامراته محبوسين في قوضة غريبة وكل الحيطان والاحجار اللي فيها بتتحرك وكأنهم جوا لعبة قديمة لحد ما فاجأة الافالة اللي موجودة على ايديهم بتدفك فبيخرجوا من القوضة علشان يشوفوا ايه المكان اللي هما محبوسين فيه ده وبيلغوا ان قاعة تانية اكبر فبيدخلوا جواها وهناك بيظهر لهم ري وبيرحبهم يقول لهم ان المكان ده كله صممه زي العاب الفيديو القديمة وساعتها تايجر بيسألهم استغرب بان ليه واحد زيه عبقاري يعني في التكنولوجيا بيستخدم فيروس معين علشان يكبر الناس اللي في العالم انهم يلعبوا لعبته فرد عليه وقال له على فكرة دي الطريقة الوحيدة علشان افرض سلطتي على العالم بس للأسف هو مش راضي عن نتيجة علشان شفرة نهاية العالم اللي اخدها منهم نقصة وان هو قدر يسيطر على نص الكرة الارضية وحاوز ان هو يعرف فين باقي الشفرة علشان يكمل بقى الخطة بتاعته وطبعا تايجر وتوريز فاضلوا يتريعوا عليه فبيفهم كده انهم مش هيقولوا اي حاجة فقال لهم انا هلعب معاكم لعبة ولو فزتوا فيها هسيبكم تمشوا بس لو خسرتوا هتقولوا على مكان الشفرة وبتكون اللعبة دي هي مبرزة بالسيوف بس على ارضية متحركة وطبعا اللي يعرف تحركات الارض دي هو اللي اختراعها بس فبيقدر ان هو يتغلب عليهم وبيبعد تايجر عن مراته علشان ما يعرفش يدفع عنها وبيقول لها انه عارف انهم قسم الشفرة اتنين علشان يحموها لكن بيعرض لها فيديو وهي بتدي بنتها سلسلة التعقب وبيقول لها انها اكيد بقى الشفرة مع اولادها وانه هو هياخد السلسلة دي كده كده علشان عارف مكان البنت وبالرغم من محاولات تورز علشان تحافظ على السلسلة بس قدر ان هو ياخدها ويحدد مكان البنتها علشان يجيبها وبقتها بتكون هي واخوها لسه بيلعوا بالاجهزة والمعدات بتاعت التجسس وبعملين بيكتشفوا المكان وحاجات جديدة زي لبس الجواسيس واللي بيدخلوا فيها ويلبسوها زي المحترفين وبيتلاقي باتي قمبلة المشاعر واللي بتحدفها على العدو فبتخليه يعمل اي شعور انت عايزه زي الدحك او اللطافة او الجوع بس وهم بيأكلوا بتفتكر باتي انه امها قالت لها انهم هيلقوا حاجة مهمة لازم انهم يحافظوا عليها بس الحاجة دي هي اللي هتيجل عند باتي لوحدها وفاجأ بيلقوا روبوت عنكبوت جاي عليهم فبتعرف باتي انه هو ده المطلوب وبتقوله انها هتسميه برونسون فبتلاقي بيطير كمانه وبيعمل اي حاجة بتطلبها منه وبيكملوا تدوير في ادوات التجسس وبيلقوا كتاب ازاي يكونوا جسوس بس الغريب انهم بيلقوا ان في شغل الجسوس لازم يكون كالداب وكمان مخادع فبتضيق باتي وبتقول لاخوها انها مش بتحب الاخلاق دي علشان كده مش هتقدر تكون جسوسة او مش عايزة يعني بس بتفتكر ان كل اللي حصل ده بدأ لما شغلوا اللعبة الجديدة في البيت معنى كده ان ري الملك بتاع اللعبة هو اللي عمل كل ده وبكده يكونوا هم السبب في اللي حصل لابوهم واموهم ولازم انهم ينقذوهم وفاجأ بيلقوا ناس جايين قدام البوابة فبيستخبوا منهم والناس بيخبطوا على البوابة جامد وبيقولوا انهم اصحاب امهم وابوهم مجيين يحموهم وعاوزونهم معاهم بس طبعا الاتنين بيفتكروا نصيحة امهم وانهم لازم ما يساقوش في اي حد فبيرفوضوا يتكلموا معاهم اساسا بس بيلقوهم كسروا البوابة ودخلوا وهنا بيقرر توني وباتي يواجههم بالمعدات اللي عندهم بيوقعوا اتنين منهم في قوة التدريب وبيضربوا واحد اما روبونسون فبيجيب قنبلة المشاعر اللي باتي وبتطلب منه يشوف لهم مخرج من هنا وبتاخد القنبلة وتزبطها على شعور الجوع وبتحدفها على الاتنين الباقيين فبيجروا على المطبخ وبيفضلوا ياكلوا كل اللي في وشهم وفي نفس الوقت برونسون بيفتح البوابة التانية وبيهروا منهم المفاجأ انهم بيلووا برا مدير منظمة الجواسيس واللي بيقبض عليهم علشان ياخدهم معاه وبيقولهم ان الناس اللي ضربوهم دول فعليا بيشتغلوا مع ابوهم ومهم وانهم جايين يحموهم ويخدوهم على مقار المنظمة وفعلا بيروحوا بيهم على منظمة بيوريهم الاسلحة وكمان المعدات اللي بيستخدموها في العمليات ومن ضمنهم مركب بالطير بس يظهر كده ان مدير المنظمة عايز توني واخته في مهمة تانية وهي انهم يحلوا اللعبة اللي على الجهاز المركزي عشان يقدر الفريق يفتح الأجهزة بتاعته ويشتغلوا فعليا بيحلوا اللعبة وبيفتحها الأجهزة كلها وساعتها باتي بتفتكر كلام أمها وبتقول روبنسون ان أمها قالت لها ان في حاجة مهمة لازم تحافظ عليها روبنسون بيخرج من جواه شريحة ويحطها في الكمبيوتر ويظهر على الشاشة الجزء الناقس من الشفرة بتاعت نهاية العالم وبيعرف مدير المنظمة ان طايجر ومراته قاسموا الشفرة علشان ما حادش يقدر ان هو يسيطر على عالم كله لان لو حد سيطر على الجزئين هيكون الملك للعالم فعليا وساعتها توني واخته بيفتكروا اللي حصل وبيقول للمدير انهم عارفين من اللي عمل كده وبيحكوا للموضوع كله بتاع ري صاحب اللعبة بس وقتها بتكون عصابة ري في طريقها للمنظمة علشان يهجموا عليها والمدير بيقول لباتي انهم فعليا هجموا على كل الأماكن بتاع تري علشان اللعبة اللي بتظهر على الأجهزة هو اللي اختراها بس للأسف ما لقوهوش في أي مكان فبتقول لباتي انه أكيد مستخابي في مكان سيري وهو اللي خطف أبوهم ومهم وبتقول له كمان ان أمها كانت مديها سلسلة تعاقب علشان تعرف مكانها وبكده يقدر المدير ان هو يحدد مكان الأم وكمال ري لكن فجأ بيلو ان النور قطع وده معناه ان في اختراق في المنظمة وعلى طر رجالة ري بيدخلوا عليهم من كل مكان وبيبدأ القتال الجامد ما بينهم وبتاخد باتي شريحة الشفرة علشان تحميها لحد ما بيعجم عليها وحش منهم بس أخوها بينقوزها ووقتها مدير المنظمة بياخد منها الشفرة علشان يحميها بنفسه لكن بينزل على راسه وحش تاني وبياخدها منه ويضربوا وبعد ما خدوا الشفرة بيهربوا كلهم بس باتي وتوني بيقرروا يروحوا وراهم فبيركبوا المركب اللي بيطيروا وبيطلهم من روبنسون ان هو يقودها ويطير على المكان اللي حاددته السلسلة بتاعة التعاقب في المنظمة وفي الطريق توني بيحاول ان هو يتعلم شوية حياة الجواسيس لكن أخته بتطلب منه يبطل غش واغداع ويحاول دايما يستخدم الصدق والنزاهة فهو بيقول لها انه في مرة دخل مكتب أبوه ولقى نظرية حسابية نقصة فكملها وعملها كلها صح ووقتها أبوه دخل عليه وبدل ما يهنيه على الإنجاز اللي هو عمله زعقله ومن وقتها وهو منع عنهم كل وسائل التكنولوجيا فقررتوني من وقتها انه مش هيتبع الصدق أبدا ويستخدم الغش وده غلط طبعا فهنا باتي بتقوله لازم النصر يكون للخير والصدق في النهاية وفجأة بيلغوا جبل في وشهم وهم داخلين في الحيط فبيصرخوا جامد ولكن بيلغوا ان الحيطة دي كلها افتراضية مش موجودة أساسا وبيدخلوا لمكان غريب جدا وكأنهم جوا لعبة قديمة فلما يسيبوا النظرات بيكتشفوا ان المكان ده كله عبارة عن وهم فبيروحوا علشان يشوفوا أمهم وابوهم وهنا بتكون توريس لسه محبوسة مع جزة وبتحاول تفتح باب السجنة علشان يطلعوا فبتقول لجزة انهم لازم يشوفوا حل علشان يخرجوا ويمسحوا الشفرة كمان فبيرد عليها ويقول لها انهم حتى لو خرجوا مش هيعرفوا يلغوا الشفرة علشان مش هو اللي عمل الشفرة دي اساسا وبيقول لها لما عملنا المهمة بتاعت قتل العالم الشرير فارغوس دخلت على الكمبيوتر بتاعه ولقيت عليه الشفرة دي لكنها وقتها كانت نقصة فاخدها للبيت علشان يحلها فلاقي ان ابنه هو اللي حلها يعني دي هي المعادلة اللي كان حلها توني من وراء ابوه ساعتها بقى تايجر منع عنهم كل انواع التكنولوجيا علشان محدش يتطبعهم وفاجأ تايجر بيلاقي مراته عمله بتضحك بسخرية وبتقوله ان هو اخذ الجزء التاني من عياله ودلوقتي هيخلي ابنه يكمل الشفرة دي ويقدر يسيطر على العالم وفاجأ بيلاقي مراته دخل عليه من برا وطلع ان اللي كان قدامه هو ري واللي كان متنكر في شكل مراته وبيقولهم ان دلوقتي محدش هيقدر يوقفه وساعتها بيكون توني واخته دخلوا المكان ومستخبيين وبيفتحوا الكمبيوتر وبياخدوا خريطة للمكان وبيقدروا انهم يحددوا مكان ابوهم وامهم علشان يشوفوا ري وهو بيتكلم مع الوحوج بتاعته وبيعرفوا ان ري خلاص جمع جزئين بتوع الشفرة وهيبدأها حالا علشان كده توني وباتي عايزين ينقذوا ابوهم حالا علشان ينقذ العالم بس يظهر ان الوحوج بيحسوا بيهم فبيروحوا نحيتهم واخته بيقدروا ان هما يستخبوا لحد ملوحوج دي تمشي وبعدها بيروحوا لعند السجن اللي محبوس فيه ابوهم وامهم وكمان يخرجوهم منه فبيفرحوا بيهم جدا وبيستغربوا لما يعرفوا انهم قدروا يعملوا كل ده ويعيجوا ينقذوهم لوحدهم لحد ما فجأ سمعوا صوت ريو بيقول انه كمل الشفرة وهيبدأ في الانطلاق بعد ست دقائق فبيسأل توني ابوه هيعملوا ايه دلوقت فبيقولهم انهم هيعملوا زي ما عملوا في فارجوس الشرير فبيسألوا الاطفال مين فارجوس ده فبيحكي لهم عن العملية وبيقولهم انهم اخدوا شاحنة وراحوا كسروا البوابة بتاعة المعمل بتاع فارجوس ودخلت الام ضربوته هو ورجالته لحد ما راح جزها ومسح كل اللي على الكمبيوترات بتاعته واخد شفرة نهاية العالم دي وبعدها فجروا المكان كله وقفضوا على فارجوس بس باتي ما عجبهاش الكلام ده وبتقولهم انهم كانوا ممكن يحلوا الموضوع بشكل ودي وبصدق كمان ولما بيروح يتعاملوا مع فارجوس بلوتف وبيسألوا عن المشروع بتاعه والغرض منه ويكلموه بطريقة كويسة يعني علشان ما يدمرش العالم ويكون طبع الخير فبيحس الاب والام ان بنتهم عندها حق وفاجأة بيلوى الصوت بيقولهم ان الانطلاق لنهاية العالم فضله اربع دقايق فبيشوف تايجر الخريطة اللي مع الاولاد وبيقدر يحددوا مكان الكمبيوتر اللي فيه الشفرة علشان يروح يوقفوها بس الطفلين بيقولوا انهم لابسين حزائي الجاذبية وهم اللي هيقدروا يعادوا للنحية التانية ويقدروا انهم يروح يوقفوها واللي بيطلعهم انهم يخلوا بالهم من نفسهم وساعتها بنوصل للجزء اللي شفناه في اول الفيلم لما بيروح توني واخته بيحاولوا انهم يخترقوا الجهاز بس مش بيعرفوا فبيقول لها انهم ممكن يوقفوا العدد من الاسمصير فبيجروا هم اللي اتنين اللي هناكوا على طول بيوعه في الفتحة اللي في الارض بس فجأة بيلوحوا نفسهم في قاعة تحت الارض وفيها كمبيوتر كبير فبيعرفوا ان الكمبيوتر المركزي وبيلوح على الشاشة شفرة نهاية العالم ولما توني بيشوف اجزاء من الشفرة بيعرف ان دي هي النظرية اللي كانت نقصة وحلها في المكتب بتاع ابوه وبيفهم انه هو اللي عمل شفرة نهاية العالم فبيقول له اخته انه علشان يبطلها لازم يجمع الجزئين الاول وبعدها يرجع يعمل الخطوات اللي عملها كلها بالعكس وفعلا بيكمل الشفرة وبيقدر يربط الجزئين ببعض وفجأة بيلايه قدامه راي واللي بيقول له ان الموضوع كده كان خدعة وانه هو عمل كل ده علشان يخليه يركب الجزئين من تاني وكده راي في تنفيذ خطته الاكبر للسيطرة على العالم وبيدخل تايجر بقى وتوريز يحمل اولاد من راي لكن المفاجأة انه هو بيقول له من فارجوس اللي كان في عملية كرة النار كان هو ابو وهو اللي اخترع الشفرة دي علشان يصلح العالم لكنه عمل شوية اخطاء بس النتيجة كده انهم بدل ما ينصحوا ويصلحوا ضمر كل حاجة ودخلوا السجن الحد ما مات هناك بسببهم عشان كده هو جاي ينطخم ويكمل اللي ابوه عمله وفعلا بياخد الشفرة وبيبدأ ينشرها في العالم وبياخد المركب بتاعته اللي بطيره وبيطلع في الفضاء علشان يوصل للعالم الافتراضي ويدخل يصلح العالم من جوه لعبته هسكر وساعتها عيلة تايجر بتحس ان ما فيش اي امل ومش هيلحاوا يوقفوا اي حاجة خصوصا بقى ان تايجر وتوريز حاسين بالزم علشان فعليا كانوا المفروض يحلوا الموضوع بشكل ودي مع فارجوس بس باتي بتقولهم انهم لسه قدامهم فرصة علشان يعملوا ده مع الابن بس في الواقع الافتراضي وده عن طريق ان هم يدخلوا جوه اللعبة ويحربوا ري من جوه فبيقموا ريحين عند كراس اللعبة ويلوي ان الوحش عليها فبترمي باتي قنبلة اللطافة عليهم وبكده هيساعدوهم ويكونوا طيبين جامد وبيقول توني لابوه انه مش هيتبع اساليب الجواسيس في الكسب والخداع وهيمشي بنظام اخته الصدق يعني والنزاهة والدنيا تكون زي الفل وبيدخلهم الاربع الجوه اللعبة بعقلهم وبيكون كل واحد منهم بشخصية افتراضية في اللعبة وبيبدأوا يلعبوا وينطوا سوا الحواجز وطول الوقت باتي وتوني بيشرحوا لابوهم واموهم اللعبة وازاي يستخدموا الادوات اللي معاهم في هزيمة الوحوش فبيقدروا انهم يتغلبوا على كل الوحوش الصغيرة وبتبتري اباتي علشان مهرتها في اللعبة ودلوقتي بتيجي المرحلة الاخيرة من اللعبة وهي ان توني اللي بشخصية رات يهزم الملك اللي هو ري وفي نفس الوقت العيلة بتخلص على محارب فارس الجحيم ووضح كده ان رات خايف انه هو يخسر ولكن هنا اخته بتبدأ تشجعه وتقوله انه هيفوز وفعليا بيروح يواجه الملك قبل ما تكمل الشفرة وساعتها بيكون ري قاعد يخطط للاصلاحات اللي هيعملها في الارض واول ما بيشوف توني بيرحب بيه ويقوله انا كنت مستنيك وهنا بقى بيبدأ يحرب وياخد منه تاج الملك ويفوز بس رات اللي بيلعب بيه بطيء جدا وضعيف عشان كده توني بيقوله انه هو هيلعب بشخصته الحقيقية اللي هي توني وباخلاقه وصدقه فبيقوله ري انه هو لو قدر يخصره تاقته هيخليه فوس في اللعبة وبيبدأ القتال بينهم ويظهر ان ري اقوى منه بكتير وبيقدر انه هو يصوب له كم ضربة بس توني بيقوم من تاني وبيبدأ يسدد له الضربات فبيخصر تاقته كلها فبيقوله ري انه هو هيكسب وهيكون الملك ويعمل العالم بتاعه الخاص به بس توني مش بيهمه وبيفضل يضرب فيه اما التلاتة دول فبيروح يحرب فارس الجحيم وبالرغم انه بيقدر يضرب تايجر ومراته الا ان باتي بتقدر انها تضربه وتحاول تهزيمه بكل قوتها وساعتها بيقرر تايجر ومراته انهم يجربوا اسلوب بنتهم في معالجة الامور وبيروح يساعدوا بنتهم بس بيلو ان فارس الجحيم طيارها بعيد وكانت هطوع من على الجبل وساعتها باتي حاست ان الجبل بينهار فبتقول لفارس الجحيم يفضل بعيد لانه لو قرب الجبل هينكسر ويقع بيهم طبعا هو مش بيصدق ويقرب فبيقعوا وبيتمسك في الجبل وساعتها بييجي تايجر ومراته ينقذوا باتي وكمان فارس الجحيم فالفارس بيشكرهم وبيشكر باتي على صدقها والمفاجأ انه بيقول لها من دلوقتي انا الخادم بتاعك فبيروحوا كلهم يساعد توني والمالك علشان يشوفوا ازاي هيلحى يوقف الشفرة قبل نهاية العالم ولما بيحاول تايجر يساعد ابنه ويحدف له السلاح بتاعه الابن بيرفض وبيقوله انه هيواجه المالك لواحده من غير اي غش وينتصر عليه بس للأسف مع انه هو بيلعب بشرف ونزاهة كمان ومرضاش غش بس برضو بيموت المالك المفاجأ ان راي بيكون ناسي المكافأة اللي عملها في لعبته وهي الضربة القاضية لللي يلعب بنزاهة وصدق وبكده بيكسب الضربة القاضية ويقوم يضرب المالك ويكسبه فبيقوم المالك وبيعترف بالهزيمة بس بيقوله انه مش هيسمح له يوقف الشفرة لانه لازم يصلح العالم بالقوة غصبا عن الكل هنا توني بيقوله انه ممكن يصلح العالم باخلاقهم الكويسة وبالنصيحة ده بدل ما يقزوا الناس المالك هنا بيقتنع بكلامه وبيديله التاج ويقوله ينفذ اللي هو عايزه وطبعا توني اول ما بيلبس التاج بيؤمر اللعبة انها توقف الشفرة وبيرجع العالم يعيش في سلام من تاني وكلهم بقى بيرجعوا للعالم الواقعي وبيكونوا اصدقاء للوحوش وبييجي راي يشكر توني واخته على الدرس اللي علمهوله لكن فاجأ بيجي المدير المنظمة علشان يقبضوا عليه وهي نباتي بتقوله انهم هم اللي هزموا المالك ووفقا لقانون الجواسيس هم من حقهم اللي يحكموا عليه فالمدير بيقولها انها عندها حق وبيديها الفرصة تحكم على راي فبتديه حكم انه هو يدخل جوا اللعبة بتاعته ولما ينتصر ويطلع للعالم هيكون كده بريب وفعليا راي بيدخل وبيشكرهم وبيبدأ يلعب وساعتها تاجر ومراته بيقول للمدير انهم مش عايزين يكملوا في المنظمة علشان بتتبع اساليب الغش والخداع فهو بيقول لهم انه عمل تغييرات كتير في المنظمة في اساليب الجواسيس علشان يبدأوا يمشوا عالطريقة بتاعتهم وبيطلب منهم يرجعوا للشغل معاهم وكمان يجيبوا عيالهم وبعد الاحداث دي بستة شهور بتبدأ عائلة تايجر تستلم اول مهمة جديدة بس قبلها بيغضوا الخبر الكويس بان راي انتصر في اللعبة وخرج يعلم الناس التكنولوجيا وتصلحت احواله ودي كانت نهاية بس لسلة اطفال الجواسيس اشتركوا في القناة علشان تشوفوا في فيديوهات تانية ومع السلامة هات تانية ومع السلامة هات تانية ومع السلامة